موسيقى والاستكمال بحثنا في ملف جراحات السمنة هذا الملف اللي شاغل بال كتير من السيدات والصبايا يسعدني أن ألتقي والدكتور عبد القادر ويس اختصاصي جراحة عامة وتنظيرية أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا مدام سالي نورت العياد شكرا شكرا وسعيدة كتير أن نكون في ضيافة حضرتك نسأل أسئلة بالدور في ذهن كتير من المتابعين والسيدات والصبايا والسؤال الأول حضرتك كاختصاصي هل ترى السمنة مرضة؟ السمنة تعتبر مجموعة من الأمراض الصراحة يعني السمنة بهالأيام نسميها نحن بالعربي التناذر التناذر معناتها مجموعة من الأمراض أو السمنة هي عبارة عن مشكلة صحية ترتبط بها مجموعة كبيرة من الأمراض كارتفال توتر الشرياني الداء السكري انقطع النفس أثناء النوم في عنا أحيانا التمث في عنا التهاب المفاصل فالبداني هي مشكلة صحية اجتماعية ترتبط بها مجموعة كبيرة من الأمراض تكون مسؤولة عن مجموعة كبيرة من الأمراض طيب دكتور في رأيك ما بين أنه المريض يعتبر أنه جراحة السمنة متل حبة البانادول وبين الناس اللي بتعتبرها شيء لا قدر الله ممكن يكون مميت أنت في رأيك متى تلجأ للجراحة مع المريض جراحة السمنة المفروض أنه تكون قائمة أو اختيرة بناء على عدة أمور أهم أنه المريض فقد الأدرة أنه هو يفقد الوزن تبعه سواء كان بإرادته أو بالمساعدة الطبية وأتمنى أنه نحن أنه البداني هي بداني مراضي ممكن أنه تأثر على نمط حياة المريض بالمستقبل وممكن أنه تؤدي بالمريض أو تودي بالمريض إلى مجموعة من الأمراض اللي هي ممكن أنه تكون نسبة خطورتها على حياة واستمراريتها لحياة بطريقة صحيخ اللي نقول أنه نلاقيها أنه لأ صارت هي عبئة على المريض أكتر ما هي أنه جراحة عبئها هو بحد ذاته على المريض خطر يعني في عنا نحن مجموعة من الأمراض إذا استمرت للسنوات ممكن تكون نسبة خطورتها هي أكبر من نسبة خطورة العمل الجراحي بحد ذاته طيب دكتور على فرض إيجاك المريض وعنده كل هاي الشروط متوفرة بتفوته على طول على العمليات ولا برضو بتطلب منه بعض الفحوصات قبلا؟ طبعا نحن في عنا مرحلة ما بدي أقول أنه طويلة بس مهمة قبل العمل الجراحي أنه نحن لازم أنه نمرأ فيها مع المريض ونشوف إذا كان هو مناسب للعمل الجراحي ولا لا فعلا نحن بعض الأمور ممكن أنه تلغي العمل الجراحي بشكل كامل حتى لو توفرت شروط حتى لو توفرت شروط مشكلة تنفسية على سبيل المثال المريض غير قادر أنه نحن نخدر التخذير العام لأنه هالجراحة هاي بتصير تحت التخذير العام في عندي أنا فحوصات خلينا نقول نستخدم كلمة إجبارية لازم نحن نعملها قبل ما يفوت المريض على العمل الجراحي هالفحوصات هاي بتتضمن الفحص السريري بالكل شيء اللي بقوم فيه اختصاصي الجراحة في عندي فحص قلبي بقوم فيه مثلا اختصاصي الأمراض القلبية في عندي مجموعة من الفحوصات الدموية بتتضمن الفحوصات الأساسية الروتينية اللي هي خضاب الدم تعداد كريات الدم وظيفة الكلي وظائف الكبد منطلب نحن الكوليسترول والشحوم الثلاثي نحن نسميه هذا منطلب معاها وظائف الغد الدراقية نشوف اذا المريض في عنده مثلا خمول بالغد الدراقية ممكن يكون هو سبب البداني فاذا عالجنا نحن ما نبحاجه انه نحن نروح للجراحة ممكن لأنه يعني نفس المريض وصحته هي الأهم أنا بكون عم مضر المريض أكتر ما أنا عم مفيده بهيك حالي مريض في عنده ارتداد مع يدي حمضي إلى داخل المريض أعمل له عملية أص معدي اللي هي باللهجة درجة حرقة أو حموضة المعدي تماما تماما أعمل له أنا أص معدي أو تكميم للمعدي أنا رح كون ضريت المريض أكتر ما أنا بفيده ممكن بالبدايات المريض بيفرح وينبسط نزل وزنه ممكن جدا لأنه أنا في عندي مرحلة تقريبا أول شهر المريض على السوائل وعلى الأكل المهروس ومنطلب منه رياضة والمريض ما نقادر أنه يأكل بس مع الوقت هالمريض هذا رح يعاني من حرقة وحمضة بشكل متزايد بتضطرنا ببعض الأحيان أنه نحن ناخده مرة تانية للعمل الجراحي لنعمل العمل الجراحي اللي كان هو يعمل طيب دكتور بس تجيك مريضة أو مريض وهو سامع أنه جارتهم عملت عملية ونحفت وبنت عمتها عملت عملية ونحفت تعرف الناس للأسف هاي الأشياء صايرة موضة أو بوتوكس معده أو بلون معده أنت كيف بتصنف الناس فلان بلبق له هاي المعده فلان صحته يعني كيف هاي أنتو بتعملوها كده 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 قبل كل شيء أنا ما بصنف المريض يعني أنا وقت بيجي لعندي المريض أنا ما بقول له أنت بلبق لك كرما لأنه والله أنا قاعدت معاه وحكيت وحكالي مثلا عن اللايف ستايل تبعه الأمور أنا في عندي شروط أنا في عندي خليل نقول قبل العمل الجراحي مرحلة استقصاءات على أساسها أنا شو بتطلع النتيجة أنا بقترح بقترح على المريض أنه أنا بعمل لك هالعملية هاي لأنه بناسبك أنت هالعمل الجراحي هذا طبعا ونحن منوقفون إذا المريض قال لي أوكي دكتور أنا رح روح معك بالشيء اللي أنت اقترحته عليه منكفه إذا المريض بيرفض أنا ما نمضطر أني أعملوا العمل الجراحي يروح يسأل إذا سألوا لقى أنه نفس القرار برجع لك برجع لي إذا لقى غير لقى فساعتها طيب دكتور فيه تشيك لست يعني مثلا البالون هدول الناس مناسبين للبالون الأص هدول الناس مناسبين تحويل المسار هدول الناس مناسبين هيك للي حابب بيستزيد من علمك يعني ياخد فكرة خلينا نحن نقول أنه نحن في عنا تشيك لس أنه هذا المريض مناسب لجراحة البداني أو هذا المريض بشكل عام بشكل عام واختيار نمط الجراحة بعدين بصير حسب أنه أنا شو بدي لائه بالاستخصار ما قبل العمل الجراحي مثل ما حكينا نحن نحن بالنسبة لأنه أسهل عمل جراحي ممكن أنه نقوم فيه للمريض الذي يعاني من البدان المرضية أو البدان المفرطة هو طبعا أصل معدي طيب بعدين المريض مرشح للسمنة مين بتقوله أنت طبيا من فضل نعمل لك قس مين بتقوله أنت طبيا بفضل أعمل لك باي باس طيب هلأ كل المرضى نحن منصنف المرضى البدينين لمرضى خلينا نقول أنه هني في عندهم زيادة بالوزن وقس أو مرضى في عندهم زيادة بالوزن وفي عندهم شيء اسم المتلازم الاستقلابية المتلازم الاستقلابي هي تحويل مسار المتلازم الاستقلابي مثل مثل داء سكر غير مضبوط بالعلاج على سبيل المسار هذا مريض نحن نقوله أنه أنت قص المعدي ما رح يفيدك أنت تحويل مسار بدك لأنه نحن عمليات جراحة البداني منصنفها لنوعين نوع ريستركتف اللي هو بيحدد فيه منحدد فيه حجم المعدي بنلعب فيه على حجم المعدي وبالتالي رح ينقص الوارد الفموي تمام متل قص المعدي ونوع بيشتغل على سوء الامتصاص تمام طبعا ممكن نحن ضايفين عليه كمان أنه نحن غيرنا بشكل المعدي كمان شوي أو بحجم المعدي طبعا دكتور هذا بيقودني لسؤال شعبي صحيح المرضى اللي بيحبه لقمة كبيرة وقطمة كبيرة من الصندويشة والمحاشي والهذا بتأثر معهم إجابة العمليات أكتر من أكيلة الحلويات والعصائر المحلاء والبيبسي خلينا نقول المشروبات الغازية بالشكل أو بآخر هذا الكلام ممكن يكون فيه الوقيمي يعني مو شعبي بس لا لسبب معين بس نحن وقت منشيل هذا الجزء هذا من المعدي أو ما يعرف بقاع المعدي أو الفندس تمام عم نشيل كتلة كتبيرة يعني كتلة مميزة من الخلايا اللي منسمية نحن الخلايا اللي بتفرز هورمون الجريلين هورمون الجريلين هو هورمون الشبع أو هورمون الجوع يعني هني شبع وجوع مع بعض هو هورمون الجوع الصراع تمام وقت منشيله نحن المريض رح تخف رغبته تجاه الأكل وبالتالي هاي اللقم الكبيرة ما عدت نشوفها الشغلة الثانية كمان أنه المريض ما رح يقدر ياكل هو بعد ما يحس بالشبع يعني خلص رح يصير في عنده حس الامتلاء حس امتلاء باكر دكتور ما بين اعتبار الجراحات السمنة شغلة كتير بسيطة وبين اعتبارها جراحات جدا خطيرة وزي ما قلت لك سمعنا عن أكتر من حالة وفاة للأسف هلأ تعزى لجراحات السمنة يمكن أنتوا لكم رأي مخالف ما هي نسبة الأمان في المعدلات العالمية لجراحات السمنة إذا المريض أخذ كل الاحتياطات لحضرتك قلت عنها جراحة البدانة هي مثل ما تلاقيها جراحة تانية في عندي أنا نسبة خطورة المريض بدو يقبلها في نسبة معينة؟ في نسبة معينة طبعا من واحد إلى اثنين بالمئة أنا في عندي نسبة مورتاليتي هاي النسبة ما نسبتي أنا هاي النسبة عالمية بتكون بسبب إيش؟ بكل المراكز نحن أشياء الإختلاطات اللي ممكن أنه تصير أثناء أو خلينا نقول بفترة استشفاء المريض لعمل الجراحة أو بالمرحلة الباكرة بعد الجراحة هو التسريب من الخط القص طبعا ما يدي أو مثلا من المفاغرات أو المجازات أو الأنستوموزز اللي نحن بنعملها بتحويل المسار أو يكون في عندي لا سمح الله بليدينغ أو نزف أو يكون في عندي انفكشن طبعا برجع بقول أنا نفس الشي جراحة البدانة هي مثل ما تلقى أي جراحة تانية في عندي نسبة خطورة المريض بدو يقبلها تمام؟ المهم أنه نحن نحضر المريض بشكل جيد جدا ناخد كل احتياطاتنا هو مريض لازم له جراحة بس صحته ما بتناسب يعني بتقولوله بعدين ما رح نقدر نعمل لك جراحة شو بتكون الأسباب؟ أنا ما بتخيل أنه نحن في عنا نسبة كبيرة من هالمرضى يلي نحن بنرفض أنه نعملهم جراحة أنا بتخيل أنه ممكن أن يكون في عندي مشكلة مثلا تنفسية بتمنع تخدير المريض ولو أنه هلأ كمان في بعض المراكز على قلتها صارت تعمل هذه الجراحة تحت التخدير الناحي يعني بمعنى أنه بصير في عندي أنا كيف نحن بنعمل تخدير للولادات آه أنه هي نص صاحي نص نايم تماما ممكن أن نحن أبيديورال مثلا أبيديورال ممكن أن نحن نطلع فيها لمستوى أعلى بكتير ونعمل الجراحة المريض صاحي وعمل عملية مثلا أصمع دي في بعض المراكز اللي بتقوم بهالشي هذا حاليا بتخيل هون نحن عندنا ما في حدا بس أنا في صديق يعني موجودة موجودة طمام موجودة هاي الشوء وتقدمت أكتر مرة بمؤتمرات البداني وحازت على الإعجاب تحكي للراغبين والراغبات في عمل جراحة سمنة سواء أص سواء تحويل مصار شو نصيحتك لإلهم قبل العملية وبعد العملية؟ هلأ قبل العملية أنا في عندي بجوز يعني نصيحتين ثلاثية إذا فيك تتجنب الجراحة بكون أحسن يعني إذا أنت كان فيك أو فيك أنك أنت مثلا تنزل وزنك بالطرق غير الجراحية بكون أحسن لأنه الجراحة فيق لها الرسك تبعها التخدير فيق له الرسك والجراحة فيق له الرسك حتى لو كانت بالمراكز الكبيرة حتى لو كانت بإيد الخبير بس نحن بضل في عنا نسبة خطورة معينة إذا كان بالإمكان أنك أنت أو حضرتك تنزل ومسلا أوزاكم بالطرق غير الجراحية بيكون أحسن بعد العمل الجراحي أنا بدي من المريض يفهم شغلي وحدي هاي قبل ما نوصل لمرحلة بعد العمل الجراحي الجراح عم بيقوم بخطوة كتير كبيرة منشان يساعدك أنك توصل لوزنك المثالي وأنك تنتقل أنت من نمط حياة غير سليم لنمط حياة سليم بس هالموضوع هذا ما هو موضوع جراحه بس أو موضوع جراحه بس في شيء المفروض أنك أنت بدك تقوم عليه خلال فترة نزول الوزن رح تشوف أنه في عندك أنت تطورات إيجابية حصلت نومك تحسن شكلك صار خلي نقول أقرب للطبيعي القبول الاجتماعي أحسن فبدك تحافظ على هالموضوع هذا يعني مثلا كل العادات السيئة يلي كنت أنت مثلا عايشها نتيجة البداني اضطراب نمط النوم اضطراب نمط الأكل نوعية الأكل اللي أنت عم تاكله حاول أنك أنت تتخلص فيها بمرحلة التغيير من شان وقت بدنا نوصل نحن لمرحلة الوزن المثالي أو لنهاية خلينا نقول العلاج أو الشيء المنتظر من جراحة البداني تكون أنك أنت قادر على أنك تحافظ على التغيير هذا يلي طرق بحياتك وبتمنى لكم الصحة والعافي وميت أهلا وسهلا فيكم اشتركوا في القناة